اختتمت في اسطنبول يوم الأربعاء الماضية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جامعة اليارموك بعنوان رؤى وأفكار لقضايا في التعليم العربي ويهدف المؤتمر الذي شارك به الأب الدكتور إبراهيم نفع المرشد الروحي للأخويات المريمية في الأردن نخبة من الباحثين والأكاديميين والتربويين من الأردن وعددين من الدول العربية إلى البحث في التحديات التي تواجه الأنظمة التربوية في العالم العربي إضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتشجيع الإبداع والتميز في العملية التعليمية وتطوير مهارات التربويين بما يتوائم مع العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وناقش المؤتمر الذي ترأسه الدكتور راتب السعود مجموعة من المحاور تشمل القيادة التربوية والمناهج وأسليب التعليم والتعلم وعددا من أوراق العمال